السلام عليكم. نهاردة ان شاء الله هعمل معاكم غرزة. اه شكلها حلو قوي. انا نفست منها حاجات قبل كده وكانت جميلة قوي فانا هوريها لكم. اه وان شاء الله تعجبكم تقدروا تنفزوا بها بلوزات او شلات. اه شال يعني. او تقدروا عشان عيد الام وكده اه ممكن تستخدمونها كوفيات. يعني بتتعمل بها اه حاجات كتير قوي. اه هوريها لكم كده بسم الله هعمل سلسلة. طبعا حسب الطول اللي انت عايزا انا بعمل لكم نموذج بس. انما اه انت بقى انت بقى بتعمليه بالطول اللي انت محتاجاه. تمام. آآ هابتأ السوط الاولاني هعمله. اعمدة علشان آآ تبقى عندكم الرسمة بس ما تبقاش آآ شكلها وحش ممكن اعملها اعمدة او ممكن اعمل آآ غرزة حشو. هسيب اول ثلاث سلاسل وادخل في الرابعة واعمل عمود بلفة. وهكمل اعمدة لاخر السطر. موسيقى. اشتركوا في القناة هكمل باقي السطر بنفس الطريقة وهرجع لكم نعمل مع بعض الغرزة بتاعتنا علشان تطلع الغرزة دي مظبوطة الافضل فيها ان انا ابدأها بوطنين غرزة حشو من ناحية دي وبرضو من الناحية الهناك دي وهتبقى في النص الغرزة علشان تطلعشك لها مظبوط فانا هبدأ كده بسلسلة ولف الشغل وادخل في تاني عمود تاني عمود بلفة ده وعمل غرزة حشو كده تمام هرجع اعمل خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمس وهسيب واحد اتنين تلاتة تلاتة عمودة وادخل في الرابع وعمل غرزة حشو هرجع اعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واحد اتنين تلاتة وادخل في الرابع. وعمل غرزة حشو. السطر الاولاني كله عبر عن الاقواز دي كده. نص دايرة ده. تمام? وكون من خمس سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهسيب تلات. اعمل ده ادخل في الرابع. واعمل غرزة حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هسيب تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة هدخل في الرابع. واعمل غرزة حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. سيب تلاتة واحد اتنين تلاتة هدخل في الرابع غرزة حشو. وهكزا الاخر السطر. تمام. هتبقى بالشكل ده. هقفل هنا بغرز حشو بالطريقة دي. وهتبقى بالشكل ده. تمام. طيب عشان ارتفع السطر اللي بعده هعمل سلسلة. ولف في الشغل وادخل في التاني. آآ غرزة حشو واعمل غرزة حشو برضو. تمام? هعمل سلسلة وادخل في النص هنا كده. واعمل غرزة حشو بالشكل ده. تمام? هرجع اعمل. هرجع اعمل ايه? هدخل في نص دايرة دي كده. واعمل عشرة اعمدة. في هاخد لفة على الابرة كده. واسحب وعمل عمود بلفة. اتنين. تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة بالشكل ده. هدخل فيه النص دايرة اللي بعده. دي واقفل بورزة حشو. تمام? هعمل خمس سلاسل. واروح لنص دايرة اللي بعدها واعمل غرزة حشو. هتبقى عندي بالشكل ده. تمام? هرجع اعمل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وبرطو هدخل في النص دايرة دي واعمل غرزة حشو. اللي بعدها بقى هعمل عشر اعمدة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وبعدين هدخل في النص دايرة دي واعمل غرزة حشو. همشي سلسلة وانزل فوق غرزتين الحشو دي واعمل غرزتين حشو بالشكل ده. ويبقى عندي المنزر بالشكل ده. هرتفع سلسلة. ولف الشغل وادخل فوق غرزة الحشو دي واعمل غرزة حشو. تمام. هرجع اعمل اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة هسيب اول اتنين عمود بلفة. بدخل في التالت وهعمل ستة اعمدة. يعني بدل عشرة هيبقوا ستة. تلاتة اربعة خمسة ستة هرجع اعمل اربعة سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة وهاجي عند النص دايرة دي واعمل غرزة حشو. هعمل خمسة سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. عشان اكون النص دايرة. دي بالشكل ده. هرجع اعمل اربعة سلاسل واحد اتنين تلاتة واربعة. واخد لفة على الابرة واسيب اول اتنين عمود بلفة هادخل في التالتة واعمل عمود بلفة. هعمل ستة ادي واحد اتنين تلاتة وانزل على غلوة الحشو واغمل فوق غلوة الحشو ادي واحد اتنين تلاتة واربعة وانزل على غلوة الحشو اعمل فوق غلوة راشو ادي واحد اتنين اتنين تلاتة. تمام. بتتكون عندي الرسمة كده. تمام? بتبقى بالشكل ده. هو بس علشان اللون غامق شوية. هو مبيتي بس طالع غامق شوية في التصوير. تمام? طيب. هكمل ازاي? باقيق الرسم. هعمل سلسلة. ولف الشغل واعمل غرزة حشو. واحدة كده. هرجع اعمل اه تلاتة. هعمل اه اتنين سلسلة او تلاتة. هعمل تلات سلاسل. هدخل هنا وقفل كده. ارجع اعمل تلات سلاسل ادي واحد اتنين تلاتة. اخد لفة على الابرة وادخل. انا عندي هنا ستة. انا هخليهم اربعة بسي. انا هسيب هنا عمود بلفة. والناحية التانية برضو هسيب عمود بلف. هعمل اربعة اعمدة واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. هرجع. اعمل تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة. هدخل فوق آآ الكوس الصغير ده كده واقفل كده. وارجع اعمل خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بالشكل ده. وارجع اعمل خمسة كمان واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هرجع اعمل تلاتة واحد اتنين تلاتة. هسيب اول عمود بلفة وادخل في التاني. واعمل اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة. هعمل تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة. وادخل هنا بالشكل ده. وارجع اعمل اتنين سلسلة. وادخل فوق غرزة الحشو دي واعمل غرزة حشو. ما ده تكون عندي بالشكل ده. تمام? هرتفع ازاي? هعمل سلسلة. ولف الشغل. وارجع. ادخل في السلسلة دي واعمل غرزة حشو كده. وارتفع سلسلة. تمام? انا هحاول بس ان انا ارتفع من الناحية دي على قد ما اقدر. ومن الناحية دي بس عشان الشغل يمشي مزبوط معايا. تمام? فالجزئتين دول انت بتطوليهم بس بترفعيهم علشان الشغل اللي في النص يمشي مزبوط. هعمل سلسلة ولف الشغل. واعمل غرزة حشو. وارجع اعمل تلات سلاسل. وادخل هنا كده. وارجع اعمل تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة. وهعمل اتنين عمود بلفة فوق الارباعة. يعني هسيب من هنا عمود بلفة ومن الناحية التانية كمان عمود بلفة. هرجع اعمل تلات سلاسل. بالشكل ده. هرجع اعمل خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هرجع اعمل تلاتة. واحد اتنين تلاتة. هسيب اول عمود بلفة وادخل في التاني. وعمل واحد كمان. يبقى كده اتنين عمود بلف. اعمل تلات سلاسل. واقفل هم بالشكل ده. ارجع اعمل خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وادخل هنا وعمل عمود بلفة. اقف دي اعمل غرزة حشو. وهنا كمان. غرزة حشو. هتبقى بالشكل ده. تمام? بالسطر اللي بعده هيبقى اعمل ازا سلسلة. ولف الشغل. واعمل غرزة حشو. تمام? وارجع اعمل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وادخل هنا كده. بالشكل ده. ارجع اعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وادخل بين اللي اتنين عمود دول واعمل غرزة حشو. وارجع اعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. تمام? هسيب دي وادخل في اللي بعدها واعمل غرزة حشو. تمام? طيب اللي في النص دي هرجع اقرر نفس الرسمة دي. انا عندي هنا نص دايرة هقرر فيها نفس الرسمة دي. فانا هعمل هنا عشر اعمده. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. هرجع اقفل في الدايرة دي بغرزة حشو. تمام? هعمل خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة وخمسة. وادخل بين الاتنين عمود واعمل غرزة حشو. هرجع اعمل خمسة اعمدة. خمس سلسل واحد اتنين تلاتة اربعة وخمسة. ونزل هنا كده. تمام. بالشكل ده. هرجع اقرر نفس الشغل اللي انا عملته هنا. يبقى المفروض لو دي على مساحة اكبر هيديني تكرار للرسمة دي. هيديني تكرار للرسمة دي تاني. تمام? فانا الوقت هرتفع يعني هرتفع تاني. وهعمل آآ ستة اعمدة. وبعدين هقللهم لاربعة. بعدين هقلهم لاتنين. وهكزا الاخر آآ هرتفع تاني وهتطلع اقرر نفس الرسمة دي دول تاني. تمام? فآآ الغرضة سهلة. تمام? بس لو جربتيها على مساحة اكبر هتبقى آآ واضحة قدامكم هتبقى بين قوي الرسمة. شكلها حلو قوي قوي. انا جربتها آآ في فيست وبلوزات قبل كده عندي. وهوريكو كمان النموذج اللي انا عاملاه آآ للرسمة. تمام? اتمنى الاول مرة يشوف آآ فيديو ليا. آآ يتابعني عمل لي سبسكرايب ويفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد وما ينساش اللايك.